مناسبة سيدنا من المنبر دجلة أوجه كلام إلى السيد وزير الداخلية وإلى الضباط وصورة عاملة حملون برسوم جمهوري أنت كضابط تفرغوا يا محافظ ما عنده المحافظ مرافق أو يا نائب رائد أو مقدم توقف أنت كضابط توقف على المحافظ مع احترام إلى المحافظ أو مع نائب ما عنده هذا الصلاح على عدل قادر عامل قوات المسلحة اللي نعم بالصلاحية أنه يقف فراه مرافق برتبة عالية ولكن محافظ نائب أنت كضابط شائل مرسوم تمشي وراه خلفه تفتح للباب هذا يضعف المؤسسة الأمنية ويضعف نهيبته ولذلك أنا أحد قاعد شرطة قلت لهذا الضابط شوان مفرغ مع أفلان نائب في محافظة بابل بابل بالذات قال هذا كتاب رسمي الداخلية طبعا اليوم مزر الداخلية سمعني ندل النقاط راحباشر كلنا عرضنا عليها فأكو تدخلات وأكو ضغوط ولكن دم أتحدث الشخص الثاني في تقريرك عن الدورة العميقة نعم دورة العميقة موجودة تأسست منذ 2006 ولغاية 2014 بدأت بالتهديم هدمها من نفس الحزب الذي استلم الرأي بعدها بدأ بتهديمها يجب أن تهدم تتحدث بصراحة لا أنت دول من 2006 يعني برض القانون يعني دولة القانون لا واضح جدا حزب الدعوة واضح وبعدها 2014 استلم السيد العبادي بدأ بسبب الاختلاف بيناتهم يعني بين سيد المالك وسيد المالك بين قيادات الحزب التي استلموا الدولة بدأ أيضا باستهداف الدور العميقة بالنسبة معينة وليس بالنسبة كبيرة جدا بسبب الضغوطات المقابلة القوية للدورة العميقة على سيد العبادي ما غير كثير وبقت نفس الأسماء ولكن أنا أقول بالوقت الحاضر كرئيس جنة أمن الدفاع ومعرفتي التفصيلية والدقيقة بتفاصيل الداخلية والدفاع وحتى باقل الزمنية أنه في الوقت الحاضر هذه السنة وخاصة في عهد الرجل السيد الكاظمي لأكو ضغوطات وخفت جدا والدليل أنه السيد القادر عن قوات المسلحة بنفسه حضر ممارسة يوم أمس وستكون هناك ممارسة للقوات الأمنية ووجه توجيهات هو صدر كتاب رسمي بتوجيهات رسمية بسره شخصي إلى القوات الأمنية أنه عدم يعني الترويج للانتخابات ما أخلي صورة بسيطرة أو بسيارة أو بجدرات وفق معطيات ومعلومات أنه هذا الشيء موجود أو حتى عدم السماح للقادة والمسير مع المرشحين وحضور الندوات يعني وجه توجيهات كبيرة نعم هو يحذر معدها لأنه أسنشات موجودة وبالتالي أنه بعض الضائل الضباط والقادة يعتبر هذا الشيء هو مسبوح بيصار عروف وعلى القادة العام أن يوجه وحتى يكون حساب بعد التوجيه فالرجل هو وجه توجيه بتوقيعناه بالقادة عبادة المشتركة وهذا التوجيه طبعا إلى الوحدات العسكرية والضباط ترجمة نانسي قنقر